ان فاشيكو كان بداية الموسم في احتمالات انه يرحل بعد التعادل مع الزمالك في بداية الموسم كان فيه كلام عن مرسي في فرنسا لكنه استمر في الاخر شفت انت ازاي ده انا طبعا شفت انه هو عريط الكلام اللي جاله انه هو ممكن كان يروح فرنسا انا كنت يعني معرفش طبعا صحة الكلام ده يعني فيه فيه الموضوع فيه فيه جدية واللي هو بس موضوع كده في الإعلام لكن هو في الاخر قعد وما رحش هناك وهناك جابه جاتوزه وبداله في الموزاي بس وقدم هو خد القرار وقعد فانا مبسوط مبسوط باستمرار مبسوط ان هو موجود في بيرمتز ليه ان انا متفائل ان هو موجود مع بيرمتز بالتدعمات الموجودة في النادي بالاضافة للناس الموجودة اصلا ان هي ناس قوية جدا بقى فيه عمق في كل مركز في النادي بشكل كبير جدا فانا يعني متفائل ان هما ممكن استنادي ان شاء الله يعدوا الانجازات اللي عملوها سواء في الدوري مركز تاني بقى ممكن يعدوه او افريقيا اللي وصلوا لنهاية الكونفدرالية ممكن ان شاء الله السنة دي يعدوها في در عبطال فكرة ان فيه لعيبة كتير قوي وده اتكلم عليه باتشيكو في المؤتمر اللي هو بتاع تقديم الكيتس التشيرتات الجديدة قال ان انا اول مرة اكون في فريق ويتحقق لي كل طلباتي قال انا مش عايز حاجة جديدة مش عايز حاجة زيادة حين بيبقى مثلا فيه لعيب ناقص من طلباتي قال انا كل حاجة انا عايزها حصلت يقدر باتشيكو يتعامل مع فكرة التخمة بتاعت النجوم دي اللي هي فيه عمق اللي هي كل مركز فيه اتنين عادي جدا يلعبوا اساسي موضوع مش سهل خالص ده يرجعنا للسؤال اللي كنت بقول لك عليه اللي سألته للراجل مدرب سندرلند وحن نعمل يويف بيه ان عنده عمق بالشكل ده في كل المراكز مش سهل خالص ان انت تقدر تدير التيم بالشكل ده بس اتبع عايزها بمدرب كبير وعالمي ويستوعب اللاعبين دول علشان اللي هيبدأ واللي هيوضع البنش واللي هيبارد السكور ما يبقاش فيه مشاكل يعني المدرب احمد النجار بقى احمد سامي النجار الى اي المدرستين يحب هو يشتغل لما يبقى هيت كوتش انا اخد من مدرسة تاكس ومن مدرسة فاشيكو وانا كمان ممكن اضيف عليها حاجات انا قناعات شخصية عندي تمام وتبقى دي مدرستي طيب يلا اخد من مدرستين طيب وتضيف عليهم مدرسة فتتحول لمدرسة تالتة مختلفة تماما هتاخد ايه من مدرسة تاكس هاخد من مدرسة تاكس انك بتبدأ ازاي من تحت وعلشان تتدرج اللي هي الكرة الجميلة بس برتمة اسرع شوية تمام وقدام ممكن يبقى فيه حلول مختلفة اه اللي هي عند فاشيكو اه انا تاخد من دا البناء وتاخد من دا التفنيش؟ مش بالزبط بس يعني بسيكو بيدي حرية اكتر او عنده تمام اه اه اوبشنز اكتر في موضوع التلت الهجومي اه وتاكس طبعا بيوصل الناس غير تلت الهجومي بشكل هائل اه فهاخد من الاتنين وازود حاجات تاكس تاكس بيقلل احتمالات الابداع في التلت الاخير يعني هو عايز يوصل لحد خط المرمى بقى افكاره؟ مش بقى افكار لعبته؟ اه هو عايز يوصل لغاية التلت الهجومي بافكاره عشان كانا بقولك هو وقف على الخط هو عارف عايز التنين بماشى ازاي اه بس لانما بيوصل للتلت الهجومي خلاص الكرياتيفيتي او الابداع زي ما انت بتقول اه عند اللاعب عند اللاعب عادي اه ايه بقى الافكار اللي انت هتضيفها على المدرستين او عن اللي انت واخده من المدرستين اه من انا بقول لك التنوع الهجومي قدام ان انت بتادي أو أرياحية لللاعبين قدام من هم أعمل اللي هم عايزينه بس من خلال برضو توجهات معينة تمام طبعا الحاجات دي برضو لسه يعني أفكار لكن لما تبدأ تتنفس هتبدأ تضيف عليها وتبدأ تشيل منها لما تنزل حيث التنفيذ العامل طيب كل مدرسة من المدرستين دول بيبقى مواجهتها عايزة مدرب بيفكر أفكار مختلفة لو عايز تواجه فاتشيكو هتواجه بطريقة لو عايز تواجه أفكار تاكس هتبقى مختلفة في الدوري من خلال تجربتك الموسمين مين أكتر مدرب عالي في يرخم بلغة الكورة على تاكس وأكتر مدرب عالي في يرخم على باشيكو يعني هو باختلاف المدرستين هو كده كده المدرستين بقيمة لعيبة النادي عندنا بيمسكوا الكورة كتير وبيهاجموا كتير فبطبيعة الحال المدرستين دول أو أعتقد أي مدرسة كمان هتواجه فكرة أن معظم الفيلة اللي هتلعب قدامهم هتبقى واقفة تحت فهي الكسافة العددية الدفاعية هي دي التحدي سواء لمدرسة تاكس أو مدرسة باشيكو أو أي مدرسة تانية أنه إزاي يقدر يدخل من خلال الكسافة الدفاعية دي عشان يوصل للمنطقة اللي غراهم اللي هي منطقة المرد طيب السؤال بصيغة أخرى مين أكتر مدرب في الدور المصري في خلال تجربتك لمدة سنتين يعني حسيت أنه أفكاره إيجابية ورغم عدم امتلاكه لقائمة شبه قائمة بيرامدز فهو مدرب عنده أفكار قوية ومختلفة يعني فيه كذا واحد طبعا فيه كذا واحد فيه كابتن إيهاب طبعا كابتن إيهاب جلال برضو ده على سبيل المثال بولايس الحص فيه كابتن إيهاب جلال فيه كابتن إيهاب جلال فيه كابتن أحمد سامي وفيه طبعا الأجانب فيه كولر أكيد كان فريرة برضو ففيه لا فيه فيه ناس كتير وفيه السنادي فيه ناس كتير السنادي برضو بدئين الموسم بشكل كويس أحمد عبد الرعوف فيه ناس فيه كذا حد كويس طبعا طيب نفصل عن بيرامدز شوية هنرجع له لكن بما أنك جبت سيرة كولر المختلف اللي بيقدمه كولر خلى الأهلي يتوج تحت قيادته الموسم اللي فات بخمس بطولات ومنه بقى هنتكلم عمدش بكرة شوية قدام سامي المختلف في كولر هو حاجات من اللي أنت كنت بتسر عليها من شوية إن إزاي المدرب يقدر يسيطر أو مش يسيطر يقدر يدير مجموعة من اللاعبين اللي فيه عمك في كل مركز في التيم اللي هم فيه بالشكل ده دي حاجة كولر هايل فيه لأن الأهلي نفس الحكاية فكولر ممتاز في أنه عارف يدير مجموعة النجوم اللي في الأهلي تمام